السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سنبدأ معكم سلسلة جديدة فيها غضا وقوتي بحل شكل روتين يومي لكن سيكون خاص بالوجبات اليومية هكا يا نعطيكم بعض الأفكار والاقتراحات وجبات يكونوا صيفية ما يتطلبوش منكم واحد المجهود أو مدة طويلة في المطبخ وكذلك مع اقتراحات بنسبة القوتي نتمنى هات سلسلة هذه تعجبكم وفي نفس الوقت باش هكا يا ما نبقاش كنغبر عليكم يني ذاك الوجبات اليومية اللي كنحضرها نشاركها معاكم وهكا يا نبقى دائما حضرة معاكم فنتمنى أن الاقتراح دياليوم يعجبكم ويلا هنبدأ بسم الله أول حاجة غذي نبدأ بتتبيلة ديال الشرائح ديال لداند وطبعا ممكن تديرو استرد ديال الجاج اللي أبغيتو فالإناء درت تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال التوم مفروم معلقة صغيرة ديال الموتاغت طفت كذلك التوابل اللي فيها الملح اللي بسار واحد لمعالقة صغيرة ديال التوابل ديال الشوار ما أو كديرو التوابل ديال الجاج وغذي نسمو هنا بشوية ديال الزعتر أو كديرو أزير أو أي نوع ديال الأعشاب من السماء اللي متوفر عندكم ولي كتبغيوها سافي غذي ننضيف هنا شوية ديال لك زيد الزيتون اللي من السماء يعني محضرها كيف البيت راني شاي نفايت مشاركة معاكم الوصفة ديالها على القناة ديرا فيها الفلفل الحرات، الثومال، قزبور حبوب ورق سيدنا موساز، الزعتر و أزير المهم تتجي من السماء والديدة بالسف ضفت كذلك شوية ديال زيتون أعادي و شوية ديال تحميرا أو البابريكا سوف نخلطوا تتبيلها ديالنا مزيلا وغذي نبدأ يعني كندوز فيها دوك الشرائح ديال سوف يبعد ما غذي نكمل غذي نغطي الإناء ديالي وندخلوا للتلاجة ونخليوا يعني أطوال مدة ممكنة فالتتبيلة هادي كيتشربها مزيلا في هذه الأثناء سوف نحضروا خضر اللي غذي نطيبها في الفران كتشي بنينة والديدة بالسفحة وسريعة في التحضير لدينا في الصينية ديال الفرن ديت واحد ثلاثة ديال فصوص ديال التوم اللي هكا يقسمتهم غير على جوج وغذي ندير كمية ديال البطاطس والجازر اللي طيبتهم أو سلقتهم غير نسلقة أو كتفوروهم يكونوا يعني غير شوية كيتخل فيهم الطياب باش هكا ما ياخدوا لكم شوقت أطول في الفرن بغيتو ما تفوروهم وما تسلقوهم ويتخليوا وميطيبوا على خطرهم في الفران لكم الإختيار لانا غير باش كان سرع الوقت يعني في بلسما أنه الساعة اللارب أو 40 دقيقة يبقوا كي يطيبوها الخضر في الفران فتقريبا 15-20 دقيقة كانوا واجدي من بعد ضبط واحد الحبة ديال الباصل اللي قطعتها إلى شرائح حباء ديال القرع الأخضر أنا كانت عنديه وحده هي اللي درت قسمتها تهياكا إلى نصفا وواحد نص حبة ديال الفلفل الأحمر المهم الخضر اللي متوفر عندكم ممكن تزيدوها يعني الدنجال تزيدوا الفلفل الخضراء لكم الإختيار احتلوا بالخضرات هي ممكن تزيدوها سوف تبقلت بشوية ديال الملحة شوية ديال البصار تحميره ديك زيت الزيتون اللي من السماء أو ممكن تلا ما كانتش عندكم كتدلوا غير شوية ديال زيتون عادي سوف نضيف هنا شوية ديال الساعتر تقريبا واحد المعلقة صغيرة عامرة ديال الساعتر ديال الخضر هادو من السمين وكيجيو بنان بنان بساف ومعل كينفش كيطيبوه الفران روعة في الماداق تقريبا كيقول لكم يعني خمستاش عشرين دقيقة كنوراهم طيبة الخضراء والقرعة مع الفلفلة والبسلة يعني راح ضغياتي طيبوه والجزر والبطاطاغير كي يدخل لهم شوية ساعت ساعت يكملوا الطيب ساعت هنا يا اغطيت هكا الخضر ديالي بورق ديال الطبخ وغادي ندخلهم الفران شلت عليهم غير من تحت تحتاجتهم انهم طابوا تقريبا ديك 15 دقيقة عديك ساحية توراق ديال فورن وشلت عليهم من فوق باش كي يتحمل لنا الخضر ديالنا وكيزيدوا هكا يتعلقوا تيجون مضغمرين رائعين بسافت منها ان شاء الله تجربوهم وراه من اسهل ما يكون خمسات ديال دقيقة تقدروا انكم توجدو هات الصينية هذي ديال الخضر سافيو في هذه الاتناع غادي نلزو باش نحضروا واحد صلاة ديال الفواكه تياكا يمنعيشة يعني مع هات الحرارة هذي درت خليط ديال الفواكه اللي متوفر عندكم ما درت هنا شوية ديال العناب البرقوق الاتفاح وكذلك الشهدية يعني المهم اللي كان متوفر عندكم ديال الفواكه ممكن اضيفوها في هات الصلاة هذي واضفت كمية ديال العصير ديال البرتقال سافيو غادي نغطيها وندخلها لتلاجكة بردنسيان حتى الوقت ديال تقديم ديال الوشبة سافيو بديتها في التحضير ديال الاطباق ديال التقديم تم حضرت السلطة فيها الخص لخيار والطماطم وغادي نحضر هنا هاد السلطة ديال البرقر ديال واحد جوجمع القكبار ديال المايونيس واحد لبصيلة صغيرة اللي قطعتها الى مربعة صغيرة تكون مشلدة ثلاثة ديال الحبات ديال الخيار المخلل او كورنيشون اللي حكيتو مع القصيرة ديال الخل مع القصيرة ديال الموطاغ شوية ديال الهريسة وواحد مع القصيرة ديال الماكنوس ونخلطه الكل مع بعض طبعا مدر تشغال ملحات الموطاغ الكورنيشون يعني المايونيس هادوك روم تكونوا مالحين سافيو هناك تكون السوس بيرجر ديالنا ره هالشهسة سافيو مباشرة ديال هكا بديتكنقلي في الشرائح ديال لدن ديالنا ندرت واحد شوية ديال زيت السيتون وزيت نباتية وغادي نبدأ مباشرة كنقليهم بريتو الدوزون في البانيوغ ديال البيض مع الدقيق او لاشابلوغ لكم الاختيار مهم حتى هكا راه تجي فيهم واحد طبقة خارجية محمرة ومقرمشة مهم عنا سافيو زوينين سافيو خليت لدن جانبا كي يتقل يعني تيتقلنا مزيان من الجهة اللولى عديك سعا نقلبوه الجهة الثانية سافيو بديت هكا نقدم السلطة ديال الفواكيد ديالنا في كؤوس ديال التقديم ونخليهم جانبا ونرجع نكملوه لدن ديالنا بعد ما هكاية طابق اللي بتلجيها الثانية وتحمر سنزولو ونخلي في واحد طبق جانبا يعني حتى نكمل الطهي ديال كمية ديال الدن كاملة سافينا كذلك الخضر ديالي راها طابت وتحمرات يعني لاشتو كيننشي شرائح ديال الباصل راهم قاعد تحرقو يكيشتو يعني طريقة تحضير صنية ديال الخضر في الفران سهلة جدا في التحضير ديري اي نوع ديال الخضر متوفر عندك او اللي كتبغيه ودري معاها الاحشاب منسما اللي بغيتي ودخليها الفران وها هي وجدة وطيبة كدجها كم حمراء ومعلكة سافي درت هكا كايا كيمية ديال الخضر في كل طبق وكذلك شرائح ديال لادن ديالنا كنقدموهم بهذا الشكل هذا وجانبا سنقدم ديال السلسة ديال بوركر وفي الواسط درت هكا شوية ديال الزيتون اللي شرمل يعني بديك الهريسة اللي كنت حضرت معاكم وتيكون هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم سهل وسريع ولدي الطبق كامل متكامل يعني ممكن في بلاست لادن لا بغيتوش تقليوه ممكن تشويوه يعني لا بغيتوش حاجة صحية اكتر وكا ديسير يعني حضرنا ديال السلطة ديال الفواكه منعيشة انتمنى هاد الاقتراح اكون اعجبكم اخليكم ما زال معايا ندوزوا لتحضير القودتي سنوجدوا فيها واحد البسبوسة بالكريمة تجي من الد ما يكون ضروري تسجل عندكم الوصفة في الإناء درجوش ديال البيضات اللي يكونوا بحرارة المطبخ سنضيف عليهم قبيصة ديال الملحة نسم بالفاني ونسكس ديال السكار او على حسب الدق ديالكم ممكن تزيدوا الكيمياء الى بغيتو سوف نخلط الكل معاعدة يعني غير بالخلاط اليدوي فقط او ممكن تديروا هذا المرحلة هادية في الخلاط الكهربائي لأساسي هو ان ديكسانيدا او داكس سكار يدوب مع البيض يعني احنا ما عدنا شغارات ان الحجم ديال الخليط يبيض او يتضاعف الحجم دياله بغينا فقط ديكسانيدا او داكس سكار يدوب مع البيض سوف نبدأ كنخلط قريبا واحد جوج احتل ثلاثة ديالتقايق ونضيف من بعد ثلث ديالكاس من الزيت النباتية نضيفها شوية بشوية ونحن نخلطه كذلك نضيف علبة ديالياغورت بالنكهة الفاني ونحن نقوم بروعة عصير البرتقال يمكن ان اتضاعف علبةê لحليب او اقوم بروعة عصير البرتقال او ايضا بروعة عصير البرتقال او او ايضا اكثر من الزيت يمكنك التحضير على حسب التوفر اضافة البرتقال نضيف الكل نضيف نصف كاس نصف كاس كوك أو خلطة مكسرات نضيف البرتقال نضيفها تدريجيا مصف كاس لكن يبقى على حسب الحجم لدينا مصف كاس نضيفه كوك مكسرات وعلى حسابة النوعية والجودة السميدة المهم الكس الثاني وزيده شوية بشوية ضفت الكيس الخميرة الحلوى من وزن 8 جرام وعود تخلط الكل مع بعض ونحصل على هذا القوام هذا يعني خليط سائل وخفيف كيف عارفين سميدة رهما زالك تشرب خصوصا لكم شدرته الكوك فمن الأفضل يكون الخليط سائل وشرب 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 لكي لا تأتيكم بسبوسة لكم فوق السف سوف يقوم بسبيط الخليط في المولد بزبادة ورشيت عليه السميدة كيف ترون الخليط سائل وقوامه خفيف سوف ندخل للمولد الفران وشعلته من تحت ونتجتها أنه طابت وملد داخل وتحمرت من جناب وعدي كساك عنشل عليها من الفوق ثم طابت وخرجتها من الفران داخل تغير 1-5 دقيق في المولد وعدي كساك ساحيته كذلك خفيفة يعني تقدروا تدهنها غير بشوية ديال كونفيتو وترشع لي شوية ديال كوك وتقدموها على هكذا رائع سوف نسقيها بكاس ديال عصر ديال البرتقال سوف نسقيها بشوية ديال سوف نسقيها بشوية ديال بشوية ديال بسبوسة بالاشطا كنوع من التغيير دائما كنضي البسبوسة بكريمة البرتقال هذه مغايرة ومضاقها رائعة في الكاسرونة ديال الكريمة السائلة أنا استعملت الحلوة يعني الكريمة ديال الخفق اللي كنت ترغبوها القياس ديالها فيها 200 مليلتر زدت على هذه الكريمة 50 مليلتر ديال الحليب يعني في المجموع عندي 250 ديال السوائل 200 ديال الكريمة و 50 ديال الحليب على هات السوائل سوف نضيف جوج معالق كبار ديال البودرة ديال الكريمة باتيسيا أو ممكن تعودها بالنشاء أو الميزينة غير الكريمة باتيسيا يعطيك واحد اللون واحد المضاق أحسن وأفضل كذلك ممكن في بلاسة الكريمة تديروا غير الحليب يعني ماشي شرط تديروا ديال الكريمة السائلة سوف يدرت الخليط ديالي فوق النار دائما مع التحريك عافية تكون مهيلة بشكل ما تلسق لكم في الكاسرونة نبقى نخلطه حتى نحصله على الكريمة بهذا الشكل سوف تجربوا أكيد سوف تعجبكم وهي مازالة سخونة وضفت لها واحد العلبة ديال هذا كبيرلي يعني أو جوب كريمي يعني حلو أنا هنا لا أريد أن أقوم بسكر حيث الكريمة عندي حلوة وذلك الجوب الطريته هو شوية حلو فجأتني أنا هذيك في الحلاوة أنا أصلاً كان نقسم من السكر ممكن أن تضيف وضيف وضيف مهم لكم الاختيار سوف يكون مباشرة وهي مازالة سخونة ونخلطه مع هذا الياهورت سوف نصبها من فوق البسبوسة نحاول أن نقذها جيداً ويجب ويجب شكلها فهنا نجعلها جانباً تقريباً 1-5 دقيقة سوف نزيلها بالمكسرات أنا قمت بها القرقاع واللوز المهم سوف تزيين على حسب المتوفر ومن بعد ندخلها لتلاجة تبرد جيداً هو من الأفضل إذا كنتم تريد تريدها في الصباح قريباً 1-4 دقيقة ساعة تبرد جيداً لكي يزيد تركز فيها النكهات مع الكريمة لا يوجد ألد خصوصاً لابتت لديها مضاق رائعة مهم يجعلها تبرد جيداً ويجعلها بليلة قبل لا يوجد مشكلة لتحاجة تقدموها سوف ندخلها لتلاجة بعد بردات تنزيلها بخليط المكسرات المكسرات سوف نقسمها معكم طبقة بسبوسة تباق تباق لا يوجد فقاق وعلى طبقة الكريمة كريمة كريمة تباق 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 رائعة تمازج بالنكهات ومدق كريمة تباق 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 على انستغرام او فيسبوك لا تنسوا مصالح الدعاء هنا سوف حاول الفيديو القادم السلام عليكم